اليوم مبادرة الرئيس بره كنتوا دايماً أنتوا عم بتطالبوه بالتزام اللعبة الديمقراطية اليوم يبدو أنه مبادرته عم يعمل مشاوراته مع الكتال عم بيحط عنده بوانتاج ولا يرجع يحدد جلسة وينزلوا هيدا المرة باسم اللي هو معروف سليمان فرنجية طيب صار فيه يمكن أسماء محددة بالجلسات ويعملها جلسات مفتوحة اليوم إذا أنتوا وضعتوا أمام مشال معوض سليمان فرنجية وجبران باسيل ما قادرين تخرقوا بمشال معوض شو رح يكون موقفكم ما رح تلتزم باللعبة الديمقراطية لش أنه سليمان فرنجية يعني عنده حزوز أنت برأيك ما يمكن إذا عمل جلسات مفتوحة رح يصير في مشاورات داخل الجلسات خليني خبرك هذا مطلبكم يعني بالنهاية بس خلينا يعني هم نحكي سياسي ونشرح الواقع الرئيس في لبنان ما ممكن يجي أكيد من بعض البصاية السورية أنا عم بحكي وذاك الزمن ما ممكن يجي الرئيس اللبناني بدون أي غطاء مسيحي سياسي في غطاء مسيحي إذا أكبر كتلتين معرضينه بس ما في نواب غيركم ما هذه الفكرة كمان لا مش عم بقول هيك يعني أنتوا منكن صنائي شيعة مش عم بقول هيك يعني مسيطرين على كل المقاعد النيابية تمثلياً تمثلياً إلى حد كبير نمثل الرأي العام المسيحي هذا واقع مع احترامي للنواب المسيحيين خارج هذين الحزبين بس هذا منطق الأمور لعندوها الأدنس بتأصوات تفضلية إذا عم نحكيون مع بعضهم يعني هن اللي بيمثله هن الأكثرية بملايو قاس مع باقي النواب المستقليين الفرادة لو هؤديك عاملين حزب بين بعضهم وبيجتمعوا مثل ما بيجتمعوا بالطيار الوطني بس هذا منطق الغائي لا 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 موجودين ريس هلأ بدي حاكي فيك الشق القضائي للأنون التسطور موجودين ونحترم وجودهم بس عندهم أصوات يعني أنتوا بكتلتكم عندكم أصوات نالت على 300 و 400 صوت و 500 صوت و 1000 صوت في عندك نواب مسيحية يمكن نالوا أصوات أكتر من الكتل كلها طيب ما فيك تلغيه لو كان هو بدنا نعترف بأحكيمه ونخضع لأحكيمه بدنا نشكركم كقوات لبنانية على هذا الأنواب هذا القانون عطى هذا التمثيل لهذه الأحزاب ولهذه الشخصيات عم بيقول لك أنه الرئيس نرجع على سلامان فرنجي لا يمكن أن يأتي بدون موافقة من الأكثرية المسيحية ترايحك تهيك بنكون يعني اخترنا التعابير الدقيقة نص المسيحيين ساعتك كيف تجيب أكثرية يعني إذا أنتوا 19 والوزير جبلان بيسيلة عم بتزغريهم كتير بس كمان ما في الكتائب معنا طيب أنت عم تحكي عن أكبر كتلتين مسيحيتين أنت عم تلغي الكتائب كمان بل كتائب نفس الرأي ومشال معوض نفس الرأي ما تعملي مشكل معهم بالعكس عم بحكي كلنا سوا هذا الغطاء المسيحي مش متوفر للسمائة الفرنجية اللي فيه قوات لبنانية وطيار وطني حر كتائب لبنانية ومشال معوض وكل المستقلين المسيحيين السيديين لقراب من هذا التفكير هاي دي هي الستايتمنت اللي عم بيقولك ولا يمكن أن يأتي كمان بدون غطاء دولي وعم نشوف أنه يعني ما فيه غطاء دول للإسلامية الفرنجية وما فيه هذا البوش الكبير اللي عم بيضغط فيه السفيرة الأمريكية والسفيرة الفرنسية أبلغوا الرئيس بر أنه مش حاطين فيتو على إسلامية الفرنجية نبعرف بس عم بيقولك ما أني كنت قاعد بالاجتماعي لا بس عارف تأعلمي بس أنه واضح واضح هذا كلام ديبلوماسي أنه ما نحط فيتو على حده وأنه لن يتخبون النواب بس أنه واضح ما فيه ما فيه مباركة وهذا الدعم وهذه الإرادة الدولية الضاغطة لإيصال إسلامية الفرنجية وما فيه جميع مسيحي عليه ووليد جنبلاط عم بيقول أنه لا أنا ما بمشي بإسلامية الفرنجية يعني ما بعرف من جايها الخبرية أنه عنده اليوم حظوظ أقول لك بكرة خاصة بالسياسة اللبنانية خاصة بالسياسة اللبنانية ما فيه شي بس أنا عم بحكي بجلسات مفتوحة مين الأكثر نحن بجيب 65 صوت حتى بالجلسات المفتوحة مش بتاني دورة 65 وثالث دورة 65 برأيك نائب وليد جنبلاط بيبقى عم بيعطل إذا في حال شاف أنه أصواته هي بتجيب إسلامية الفرنجية للرئيس بديك تسألي ما أنتو بتعرفوا حليفكم بديك تسألي ما دكتور سامن جعجع قال اليوم علاقتي منيحة معه بكرة ما أحدا بيعرف لأنه يعرف أنه ممكن يمشي بهذه التسويات لمصلحة الوطن وضع حد الفراء كل واحد بيتحمل مسؤولية خياراته السياسية خطابه السياسية وبروفيله السياسية أنا ما فيه تحمل مسؤولية أعمال غير السياسية بس أنه لحديت اليوم على ما نسمع أنه وليد جملات مش ماشي بإسلامية فرنجية مهمش أنتو تقوم وتمشي وترجع بجبران بسير مثل ما عملته قبل 2016 هذا من الأول ما عادنا على الكرسي عم نقلي عم نحاول نأكد أنه أنا حتى مقاطعة الجلسة اللي ممكن تأدي تخيلي لوين أنا قاطع أنه لا يا إخوان ما بقى فينا نكمل بنفس الانتجاه وبنفس المسار صحيح نحنا نركن إلى اللعبة الديمقراطية مثل ما قلنا وصحيح أنه نحن ناس جمهوريين ودستوريين بس في حدود معينة مصلحة الشعب اللبناني ومصلحة الاقتصاد اللبناني تسمو على كل الاعتبارات الأخرى منشن هيك أنا مع أنه نفكر بهذا الخيار وأن لا نقفله من الآن بشكل قاطع أنه لا نحن ما منقاطع جلسة ونحن منروح نحضر لا خلي هذه الورقة بيدنا لأنه مثل من لعبت بوجنا على مدى سنتين ونص لسبب واحد هو إيصال شخص ما بعينه نحن ما عمل نمارسها لإيصال شخص بعينه نحن إذا مارسناها إذا مارسناها لإيصال شخص لمنع استمرار نهج بعينه أدير رح تظل كنتمسكين بالنائب ميشيل معوض بوقت أنه سمعنا مبارح التصريح على جريدة النهار للنائب السابق وليد جنبلات أنه وصل إلى حائط مسدود أدير رح تظل كنتم دعم وشو الخطة باي أنتوا كنتوا سربتوا شوي عن خطة باي ورجعتوا طلعتوا منها تألك أول شي تشرح لك ماذا نعني بخطة باي أول شي نحن لا لدينا خطة باي بالمواصفات لدينا خطة ألف لا باقة من بعدها أساسية وإصلاح إذا هذه المواصفات مؤمنة ولقينا شخص آخر مرشح آخر يستجمع نفس الصفات اللي نحن اليوم شايفينا بميشيل المعوض قد يحوز على أصوات أكتر من ميشيل المعوض وتحديدا أصوات السيديين أو الإصلاحيين اللي اليوم ما عم بصوته لميشيل المعوض لأسباب معروفة أو مجهولة ساعتها منفكر باستبدال ميشيل المعوض وهذا كان ندائنا وقت اللي صار الاعتصام من قبل الزميلين العزيزين ملحم خلف ونجاة لنلو نحن معكم بهذا الاعتصام نؤيد ما تقومون به نشد على إيدكم وهذا عمل جبار ونبيل وشاق عليكم عم تتحملوا عن كل النواب ولكن لا تكفي كخطوة يجب أن تستكمل بوصولنا إلى أن ترحولنا يخي إذا لم تكن ميشيل المعوض ترحولنا اسم عنده هذه المواصفات ويجيب أصواتكم أنتم يعني اتفوا أنتم نواب التغيير بين بعضكم ويجيبوا نواب آخرين معكم مما لا يصوتون اليوم لميشيل المعوض وساعتها إذا جبتوا شخص عنده عشرين نايب هلأ ما عم بيصوتوا لميشيل المعوض مستعدين مع أنه ميشيل المعوض جاب بوقتنا لوهات فاول 40 صوت مستعدين نتناقش نحن وياكم بالشراكة والاتفاق مع ميشيل المعوض لبحث هذا الاسم ما أجينا هذا الاسم ما في مرشح آخر يؤمن التوافق اللي الكل يحكوا فيه بعد منه مطروح بشكل جد كرميل هايك اليوم نحن مننا مستعدين نتنازل عن خيار ميشيل المعوض لأنه بديلنا عن هذا الخيار سواء كان بمرشح معارض يحظى على الـ 65 صوت أو مرشح توافق يرضي نظرتنا لشخص الرئيس مش متوفر